عادة لتكلم عن مباراة أورلندا وأمشة أبو الأزداد كانت خارج ملعب وكسب 2-1 عايز أخذك لمباراة الأهل واستد أبي جهان آه فوزنا 4-2 خدنا أول 3 نقاط في دور مجموعات لكن هدفين ويدخلوا في ملعبك يعني لازم نخلي بالنا من النواحي الدفاعية خاصة لمباراة اليوم النواحي الدفاعية والتمركز الدفاع هيكون عليهم عامل كبير جدا طب خلينا أسامة في الأول اللي هم مباراة اليوم تاريبا تحديد المركز الأول في المجموعة لسه شي السبدري؟ لسه بدري لا من الحياة اللي هتبقى هتأثر على ترتيب المركز الأول شكل المجموعة نعم انت النهاردة وانت بتلعب أورلندا الشباب برزادة هلعب باستاذ أبي جان فابتجان وارد انه يكسب وارد ان استاذ أبي جان يكسب وارد التعادل واشوف ان التعادل دي هتبقى في مصلحة الفريتين اللي هو كسبنا أول مبارتين تب كلم على الأهداف اللي دخلت فينا احنا كنا موجودين يوم المباراة واتكلمنا على جزء من الأخطاء في التمركز واتكلمنا على سهولة المباراة وان احنا لما تقدمنا في المباراة من بدري وقدرنا ان احنا نهدف من بدري حاسنا المباراة خلاص في المتناول واحد صفر بقى اثنين صفر بقى ثلاثة لقى ثلاثة واحد ورجعنا بداية الشوط التاني بين أربعة واحد راح دخل فينا جون من ضربة سابتة كل الحياة دي مستويات المباراة تأساملكنا لسه بديتكلم عليها مهمة جدا دي بتخلي اللعيب فين في التركيز انت فين النهاردة من ناحية التركيز النهاردة يحتاج تركز تسعين ديئة طبعا الخوف بس النهاردة بعد المباراة دي جاية بالتزامن مع ورعة كاس عالم اللي خدت اهتمام العالم كله المباراة النهاردة مباراة صعبة في التويت مباراة صعبة في ضرية حرارة مباراة صعبة في الرطوبة فرة جنوب أفريقيا عندنا مشكلة كبيرة في 15 مباراة للنادي الأهلي مع كل فرة جنوب أفريقيا ما عندناش مكسا عندنا ما بين عشر تعادلات تقريبا وخسايا انت بكلم على ممكن الأخطاء الفردية ازاي بيجي في ناجون النهاردة مش يعني التركيز مش قول المدافعين بس تركيز الفرة بالكامل اختيار طبعا أكيد طريق اللعب والتشكيل اللي موجود التوازن دايما اللي معاودنا عليه كولر في التشكيل اللي موجود في المدافعين وإحنا دايما بتكلم على الاتنين الاستبارات رامي وياسر هم أكتر اتنين في المجموعة اللي موجودة بعيد عن أشرف داري لسه ملعبش يوسف أيمن لما لعد ما أقنعش هم أكتر اتنين عندهم تفاهم بعد احتراف عبنا يرجع معاك عمر كمال في الجنب اليمين اللعيب اللي يعرف اشتغل باك ويعرف اشتغل جناحه قدامه طاهر اللي هيكون عنده أدوار دفعية قوية جدا في نص الملعب التوازن اللي موجود دايما باتنين أقوية في نص الملعب مروان وأكرم وهل انت النهار ده هتبتدي المباراة أربعة تلاتة تلاتة ولا ممكن وكرة معانا هتلاقل برضو طريقة اللعبة تتحول لأربعة تلاتة واحد لكن قوة نص الملعب بداية من مروان وأكرم معا للرباعي الخالفي طبعا والمسؤولية الكبيرة اللي هتبه موجود عليهم خاصة عندهم مراس حربة مكجوبة رقم 17 لعيب دوري نفس الكلام للجناح موفو كينج رقم 3 ده الجناح اللي كان بتكلم عليه كابتن عادل ده بتكلم على العيب للدوري الإنجليزي وده تقريبا تقريبا الكلام اللي كان موجود انه بتكلم عليه برشلولا برشلولا كمان فسنين زائل طريق لعب الفراء جنوب أفريكيا بدأت تتحول من لعب أفريكي للعب قريب من لعب البرازيلة أكتر يعني لازم نبع حرسين بدون أخطاء عشان ان شاء الله المباراة تعدل بر الأمانية